السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني تحية مباشرة من المغرب عفوا إخواني مباشرة من الأطلس المتوسط إخواني الأسف شديد دائما لازلنا تنقول الإخوان أن دخلوا لديوركم لا أعطيكم سترلي أنك هنشوفوا العدد كل مرة وهو تيطلع الرسالة وصلات الخطورة وصلات إخواني فما علينا إلا أننا نستوعبوا ونحاولوا نلتزموا وربما ره الوقت حتدب مازال ما فات إذن إخواني رسميا أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تجيل 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة التاسعة من مساء يومه الخميس ليرتفع العدد الإجمالي الإخواني لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس بالمملكة المغربية 78 حالة وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة المستبعدة بعد تحليل مخبر سلبي بلغ 2916 الحالة وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 31 حالة الحمد لله فيما بلغ عدد حالات الوفاة الأسف الشديد 44 حالة وتوهب وزارة صحاب المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية اخواني رجاء رجاء نحاول التزم البيوت ديالنا ما زال الحمد لله الوضع غير مخيف عافاكم ارجوكم اخواني برحبا اخويا نعود لك البلغ مباشرة من الاطلس المتوسط عاجل ارتفاع عدد المصابين بكرولا بالمغرب الى 708 الحالات اعلنت وزارة عن تسجيل 17 الحالة اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة التاسعة من مساء يومه الخميس ليرتفع العدد الاجمالي لحالة الاصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة المغربية الى 708 الحالات الاسف شديد واضفت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب ان عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبر سلبي بلغ 2916 الحالة وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الان وفق المصدر ذاته 31 حالة فيما بلغ عدد حالات الوفايات اخواني الاسف الشديد ودعواتكم للرحمة والمغفرة لهؤلاء 44 حالة وتهب وزارة صحاب المواطنين والمواطنات لالتزام بقواعد النظفة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية لطف يا رب اذا اخواني ربما وصلت الرسالة اخواني نناشدكم بالنسبة الحيتيات ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله وغد نشرهم كل جهة والعدد بالضبط ولكن اخواني الحدس على زال العدد مقارنة بعض الدول انه غير مخيف لا التزمنا بالدخول لمنازي ديالنا اخواني راه هذا الحضر غادي ترفع الى ملتج مناش اخواني الاسف الشديد غادي يبقى هاد الحضر حتى يدخل رمضان ويبقى هاد الحضر حتى نشوف احصائيات اللي ما غادي شتشرفنا فتحية خكم حميد العقاوي مباشرة من المغرب دائما ما زال موانفة نقول لكم ديك المغرب العامق مباشرة من الاطلس المتوسط فما عليكم الا بالدعاء اخواني بعض اللحظات تابعوا برنامج مع الصاهرين مع خكم حميد العقاوي في اتصال هاتفي مع الجالية المغربية باش انهم يعودوا لنا على الاجواء ونحاولوا اخواني اننا نأكدوا بان قلوبنا معهم وقلوبهم معنا فتابعونا بعد نصف ساعة تقريبا ان شاء الله غادي يكون لقاء بالمباشر مع الجالية المغربية ويمكن لك حتى انت اخويا انك تشارك تقول خودك المغربية اللي في ارض المهجر تأكد لهم بان قلوبنا معهم واحدهم مما لاشك فيه فراتي شوفوا احصائيات مخيفة رأينا بعض تتصلوا بنا وتقول خويا حاميد رغم اننا نتواجد في البؤرة ديال هذا الفيروس ولكن قلينك نهزلهم لكم في المغرب لانشنا الناس ما زال كتسار وكأن شيئا لم يقع